امتى انا اقول للوقت انا محتاج اخش اجراعه للعمود الفقري وامتى اقول لا انت سهل تقدر تنورنا ونعمل التدخلات المحدودة ونقدر نرجعك زي ما كنت ان شاء الله احنا فندم ماشيين زي مالبرة او زي ما يقول الافدنس بيز ده هي احنا العلم العلم مثلا عمل ابحاث مابنع دليل فاحنا شغالين على هذا المبدأ ودلوقتي العلم الحديث كله بيقول فيه دراسات بتقول الافدنس بيز بتقول حاجة واحدة ان فيه تسعين في المية من الالام ومشاكل العمود الفقري نقدر نتدخل فيها كعلاج تدخلي بدون جرح منتهيس فيه مشاكل بزبط كده دي نقطة مهمة لازم يعني فيه ممكن تكون المشكلة في العمود الفقري سواء كان الام رقبة او الام الاسفل الظهر او الام العمود الفقري عمتا ممكن تكون المشكلة في العضلات ممكن تكون المشكلة في الاربطة اللي حوالين العمود الفقري ممكن تكون المشكلة في المفاصل جار فاكرات ودي ممكن دي اكتر حاجة مش كل ما عنده قلم ممكن يكون مشكلة في القدروف إنزلاق قدروفي ما أثر على العصب كل حاجة من دي تليها طريقة في العلاج بدون جراحة منقدر نحل بيها المشاكل دي طيب هل ده يعني بيغنينا عن لا بعدها احنا في حاجة اسمها في العلاج احنا العلاج اسمه نيجي ندي لعيان علاج اي نروح للدكتور عنده قلم في اي مكان في العمود الفقري في مراحل العلاج في علاج دوائي في علاج تحفوزي احنا لعلاج التحفوزي تحفوزي ده اللي هو سواء كان علاج طبيعي عشان خاطر يأحل العيان دوت لديه إن هو يخفي المشكلة الأسرع زي ما قلت حاكي إن العيان ده استمر بيعاني من الألم لفترة أكتر من شهر هو تاخل في حاجة اسمها ألم مزمن ده واحده عايز علاج فاحنا مش عايزين المريض بتاعنا يخش في المشكلة عشان كده إحنا الحمد لله ممكن في دوباي كلينج بنوفر ده لجميع المراحل السنية زي ما قال الدكتور أحمد في عيادتنا عشان خاطر نقدر نحل المشكلة ده ما نخليش العيان هو تدخل البدري أقدر أخد نتيجة أفضل فبالتالي أقدر عالج العيان أحساب نقطة تانية إنزلاك رودروفي نفسه ممكن فيه طرق علاجية كتيرة جدا أقدر أعالجها ممكن منها حقن جزور الأعصاب والحقن لا يعتبر حقن الكورتزون ده نقطة فيه حقن الأكسجين النشط يمكن عندنا في فيديوهاتنا على اليوتيوب أو حاجتنا إحنا زي ما نقدر نحقن ونعالج الانزلاك الغدروفي بحقن الأكسجين النشط ودي حاجة ثالثة في المنتهى البساطة موجودة في العالم كله والحمد لله إحنا من قوي الناس اللي بنستخدمها والله الحمد لله جاب نتائج معنا هيلة جدا فيها ممكن حقن التردد الحراري تبخير الغدروف انزلاك الغدروفي إنه نقدر نعالجه كل ده مراحل أقدر أعالجها بدون جراحة وأوصل لنتائج مهمة جدا يعني زي ما وضحكها 90% من مشاكل عمود الفقري احنا نقدر نعالجها بدون جراحة ودي نقطة مهمة في تداخل بسيط بنعمله عندنا مثلا إنه هو حقن العصاب الطرفية بالماغنيسيوم والأكسجين النشط دي بتجيب معنا نتائج لفوق الستين في المائة اللي مين بقى يعني عصاب طرفية للناس عصاب طرفية احنا بنغزي العصاب ومصادر الألم بمواد الماغنيسيوم والسكريات سجليه البرولوسيرابي والأوزون عصاب الطرفية اللي عندهم سكر مثلا لا احنا بنقول عليها العصاب الطرفية دايما احنا فيه المصادر للألم احنا فيه طبقة تحت الجلد اسمها سينسو كرين نيرفوس سيستم سينسو كرين نيرفوس سيستم دي هي طبقة الحسية اللي موجودة تحت الجلد احنا الطب القديم قدر إنه هو يعالجها بالكابنج بالحجامة بالإبر السينية بجديد الأقديد بتاعها بقى علاج الألم هو حقن مصادر الألم والأعصاب الطرفية لتغذية الطبقة الطبقة دي نقدر بالاستثارة سواء كان بالحقن أو بالحقن الأكسوجين الناشط والبرولوسيرابي أخذ نتيجة علاجية تكافئ أحاجات كتيرة جدا ويمكن احنا عندنا نتائج لله الحمد بالطريقة البسيطة دي الغير مكلفة على الإطلاق اللي ما بتسببش أي مشاكل وبدون أثار جانبين العين يقدر يبطل المسكنات يبطل حاجات كتيرة جدا مع التأهيل والموبوليزيشن زي موضحك نوصل للنتيجة علاجية فوق 90% لمشاكل أعمود فقري تأيب